مستشال بالخير يا دلال السلام عليكم وعليكم السلام شونك يا دلال الحمد لله الخير مشاركة تشبه الاحتفالات وخاصة أنت تقدم المشاريع الصغيرة كلمين عن هذا المشروع اللي مشاركة فيه طبعا بالبداية حبيت أمسي عليكم بالخير تميعا وحبيت أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وما أنسى أني أتقدم بالشكر للشيخ بواز الخالد محافظ الأحمدي على تنظيمه ودعم المشاريع الصغيرة والكواد الوطنية وعلى التنظيم الرائل من الزينة والاحتفالات اللي نسويها وطبعا أشكر على جهد المبدول يستاهد وحبيت أهني صاحب السمو أمير بلاد شيخ صباح لحمد الصباح والسمو وللعهد شيخ نواف الصباح والشعب الكويتي جميعا على هذه المناسبة حلوة والله يدي معينا الأفضل آمين يا رب العالمين وفي اختصار أنا مشروعي بسيط مشروعي تتكلم عن شان أظهر الصاج بطريقة مميزة مني ضفت ألوان طبيعية حق القبض الصاج وأن أضيف أي ميكولات خفيفة تقدر أضيفها عليه ولله الحمد أننا لقينا قبال كثير من الشعب الكويتي على كلمتهم طيبة لنا وعلى تجيحهم لنا وهم أنت والديني على تجيحهم لنا وكفتهم معنا بالمشروع حلو على فكرة حقيقة أنا يعني مزعا قاعد نلف مع الأخوان لقيت والدها وياها قاعد يشجعها نعم نعم هذا صحيح من البداية لم أقلنا لهذه المرحلة عيل فكرة تبوه شو دلال عيل فكرة جميعا كلنا مع بعض إذن شون مشاركة الوالد معاك يعني شو اللي اتفاجأتي ولا هو ساهم معاك وقالت لاي دلال شاركي والأمور هذه بالعكس هو من بداية شجعنا ووقف معنا من أول خطوة مشيناها قال عفية عليكم أن هذا الشعب الكويتي لازم أن يبدع لازم أن يعطي طاقته أن هذا الزير لازم أن يعطي كل اللي عندنا حكذا وطبعا تستاهل الكويتي تستاهل شون دلال عندي سؤال صغير دائما أشوف المشارع الصغيرة كلها بالأكل الصاج المشروبات بعد الشعب الكويتي ما عرف أنه يحب لكل والله يحب لكل مساع أخوي السادة إبراهيم الفودري يقول لي السادة إبراهيم يقول لي أكلات كويتية ما أدري يقول لي منباتر عندك خلاص يجب أن تجربون عندنا وتعطونا رأيكم الآن نمر إن شاء الله وبالتوفيق وشكرا لوالدتي الكريم على أن تشارك كيفية الأكتفاليات شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم